يعني كان عندك العديد من التعاملات مع الشعراء وعفواً الملحنين والفنانين فكلمنا لو شوي عن هذه التعاملات نحن بكل أسف قاعدين في تابوت الغربة متحنطين فيها يعني ما في أعمال راة النور لسه ونحن ما دائرين نفسي عن هذه الأمور لأنه لسه ما راة النور إن شاء الله لكن يعني بشريات بنسوغة لكل أحبابنا والناس اللي بعرفون إنه إن شاء الله في أعمال طيبة حتصر في الأيام القادمة إن شاء الله بإذن الله وطبعاً كلنا حماس ومستنين هذه الأعمال القادمة بإذن الله لكن بالمناسبة دي حابين أنه ينتزمعنا قصيدة قصيدة شعر طيب لو تسمحوا لي قبل القصيدة عندي تعريجة صغيرون علي كلام الدكاترة قبل شوية أنا اليوم مستمتع ومستمع بامتياز يعني في حضرة الدكاترة العظام وسعيد بوجودي بيناتهم يعني وكان الكلام عن موضوع المناعة ومجابهة كوفيد ناينتين نحن نأخذ من الشقة اللي بخصنا يعني لو سمحوا لي نحن بنأخذ شقة السلام والتصالح مع الذات السلام الجواني اللي بنعيش ونحن ومحبتنا لبعض ونشر السلام بيناتنا يعني أنا يتخلي ما دار الدخل في تخصصك دكتور عبد الحميد لكن ده يتخلي قوي جهاز مناعي إنه كيف نحن نكون عايشين في سلام مع بعض وكيف نحن نحب بعض وكيف ندي كل حد مغداره يعني ترجمة نانسي قنقر